الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي اختتمت أشغالها بالرباط شكلت فرصة للتأكيد على ضرورة استقلالية هيئات الوقاية ومحاربة الفساد حتى تقوم بدورها كاملا على مستوى الحركة المؤسساتية في هذا المجال توصية المؤتمر أبرزت الحاجة إلى تعزيز عمل لجنة الخبراء الحكوميين وخبراء المؤسسات المستقلة لمحاربة الفساد حتى تقدم قيمة مضافة وتساهم في التحضير للدورة المقبلة المؤتمر أصبح يتطلع إلى تنظيم أفضل وإلى عقد اجتماعات أكثر أهمية مع إمكانية إنشاء مجموعة عمل موضوعاتية الدورة المقبلة ستقام في العربية السعودية ونعتبرها فرصة لتقديم قيمة مضافة للعالم العربي في مجال محاربة الفساد كرافعة لتحقيق تنمية دائمة ومستدامة هذه الدورة التي نضمت بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزهة والوقاية من الرشوة نقشت موضوع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن مقاربة تشاركية ومندمجة وحاولت الإحاطة بالموضوع من زوايا التنصيق والتكامل المؤسساتي واستشراف المؤشرات العلمية والموضوعية والمواصفات المطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات